اللفت أيضا في هذه البيانات التي خرجت في أعقاب الحوارات سواء الحوار الجولة الأولى وجولة الثانية هو أنه كان تفصيليا لم يتحدث فقط عن مبادئ عامة عن قيم عليا ومثلة لكنه ربما تطرق أيضا وتحدث إلى الإجراءات سواء كيفية إدارة العملية الانتخابية وكيفية إدارة طعون على العملية الانتخابية وكيفية أيضا تأمين العملية الانتخابية وهو البعض ينظر إلى كل هذه الإجراءات أنها خطوة جيدة في إطار في سياق توحيد الجبهة الفلسطينية الداخلية سواء المؤسسات الأمنية والمؤسسات القضائية إلى أي مدى يمكن أن ينظر إلى هذا البيان على ذات النحو على ذات السياق على أنه خطوة لتوحيد الجبهة والمؤسسات الداخلية الفلسطينية دعني أتفق مع حضرتك يا أستاذ أمام هذه نقطة مهمة للغاية ودي ملمح من ملامح الجهد المصري المكثف الحقيقة اللي بزل خلال جلسات هذه الحوارات الفلسطينية الفلسطينية الجهد المصري كان معني الحقيقة في هذه المرة أن يقدم حلول لكافة الإشكاليات حتى وإن كانت تفاصيل صغيرة رغم أنها ليست صغيرة لكن هي تفاصيل كانت سابقا بتخلق مشكلات ومشكلات تؤدي إلى حالة احتقان وإلى حالة من التوتر غير مطلوب في هذه اللحظة الدخول لهذه التفاصيل ووضع هذه الضوابط بهذا الشكل بالفعل أولا هو مبني على تجارب ومبني على إلمام كامل من الجانب المصري راعي هذه الجوالات وراعي هذه المفاوضات بكل تفاصيل ودقائق الحالة الفلسطينية من الداخل وده الحقيقة اللي بيخلي فصائل الفلسطينية بيعطوا قدر علي جدا من الثقة للرعاية المصرية وبيدركوا تماما أنهم بيتعاملوا مع رعاية محترفة من قبل الأجهزة والمؤسسات المصرية التي ترعى هذا الحوار بحكم أن تدخل المصري دائما في القضية الفلسطينية بحكم سيدة العميد أن تدخل المصري دائما بين الأطراف الفلسطينية كان تدخلا نزيها لم ينحز إلى أي طرف طوال السنوات الماضية كان ينشد بالطبع يعني الإجابة نعم والثوابت والوقائع أثبتت ذلك على مدار السنوات الماضية المصريين أو الجانب المصري الذي يرعى المفاوضات ينظر إلى المصلحة الوطنية الفلسطينية ويضعها نصب أعينه وهو ده الهدف الاستراتيجي الحقيقة لا توجد أي مصلحة للجانب المصري سوى أن تخلق حالة من الاستقرار ومن الأمن ومن استعادة الحقوق ومن حياة كريمة يعيشها المواطن الفلسطيني والذي حان الوقت كي ينال هذه الحقوق وأن يعيش هذه الحياة المستقرة لذلك مصر تبزل هذه الجهود هذا الأمر لصالح فلسطين ولصالح المنطقة العربية كلها ولصالح الأمن القومي المصري في جانب منه مصر بتسعى إلى حالة من حالات الاستقرار للمنطقة بكاملها ودي من أهدافها الاستراتيجية أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه أكثر من مرة في خطابات علنية وتحدث أن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية ومن ثم يجب الوصول إلى حلول وحلول تضع الحق تجاه أصحابه وأيضا تساهم في صناعة استقرار إلى المدى الطويل وألا تكون هناك حلول جزئية النهاردة الدخول على هذه العملية الانتخابية وهذا الترتيب للبيت الفلسطيني الداخلي أنا باعتقد أن هي من أنجح ومن أهم الخطوات في هذا الطريق وفي هذا السياق للوصول إلى الهدف المنشود للفلسطينيين وللمنطقة العربية وبالطبع من مصر أيضا كيف يمكن أن نبني على هذه الحوارات على النتائج الإيجابية التي خرجت من الجولتين نبني عليها بأن هذه الإرادة التي وضحت في جولات القاهرة هذه الإشادة التي أشاد بها الأطراف الفلسطينية والقيادات الفلسطينية جمعها بالجانب المصري وبالمخرجات هذه الحوارات وبالجولات أن يترجم نفسه على الأرض أثناء إجراء العملية الانتخابية أن يدرك الداخل الفلسطيني أنه ليس بصدد عملية تنفسية ولا بصدد خلق مساحات للتوتر بقدر ما هو مقبل على مهمة وطنية مهمة وطنية ليس شرطا أن يمثل الفلسطينيين من هذا الفصيل أو من ذلك الوضع أكبر من ذلك الوضع يحتاج إلى جهد وطني حقيقي يتسابق فيه الجميع من أجل تقديم الخدمة السياسية الوطنية للداخل الفلسطيني على نحو أفضل مما هو عليه الآن واختيار من يصلح لإدارة العملية السياسية في المستقبل يعني مهمة وطنية لكافة الأطراف أعلى وأهم وأكبر من مسألة التنافس الضيق ما بين فصيل هنا أو فصيل هناك أو من يتولى هذا المنصب أو غيره الأمر أكبر من ذلك ولذلك يبذل في هذا الجهد ولذلك أيضا تحرص القاهرة على أن يكون الأمر معد بعناية فائقة كما نتابعها من أسابيع قليلة ومن ثم جولة اليوم ووضع أطر الحقيقة جعلت حتى الجانب الفلسطيني يطلب رسميا من القيادة المصرية بأن تدفع المؤسسات المصرية والأجهزة أن تساهم في عمليات الإشراف والمراقبة ودعم الإجراءات الانتخابية والتصويت وخروج النتائج هذا أمر وهدي مهمة تحتاج إلى تكاتف الجميع ولن تبخل مصر خلال الفترة لا الماضية ولا المقبلة إن شاء الله من تقديم كل أشكال العاون المطلوب ودعمه حتى الوصول إلى محطة تردينا جميعا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر